عن أمنا عائشة الصديقة قالت وكل قولها حقيقة أكترت للنبي في الكلام لا بد في الزواج من خصامي وصرت بعد كل ما دعاني أعرضت حتى لم يعد يراني وطال هجري والنبي صابر يهفو له قلبي ولا يكابر فقال مهلا أم عبد الله الصلح خير من خصام واهي لا بد من شخص يكون حكم يرضى كلانا حكمه ويلزم قال هل ترضين ما يقضي عمر قالت ما عاضى الله بل أرضى القدر قال فهل أدعو إذن عثمانا قالت وما يدريه ماذا كان فهل أدعو إذن عليا قالت أعوذ إن تك تقيا فهل أبو بكر يحل المشكلة قالت نعم أبي لكل معضلة فارسل المختار للصديقي تعال يا ملاذ يوم الضيق وجلس المختار للتحكيم وجلس كالخصم والخصيم وبدأ النبي يحكي ما حصل مبينا أسباب ذلك الزعل فقامت الفتاة في هياج قائلة أعرض عن اللجاج وقل صوابا واتق الخلاق واحذر فإني أكره الشقاق فدهش الصديق مما سمع واصفر لون الوجه منه فزع ولطم الفتاة باليمين وقال يا قليلة اليقين لمثله يقالق الصواب أيكذب المختار إن أجاب وهم أن يبطش بالصبي فاتخذ الظهر النبي حمية فأمسك المختار كف صاحبه الصلاة والسلام عليك يا زيدي يا رسول الله فأمسك المختار كف صاحبه مستشفعا يرجوه لين جانبه أقسمت بالله عليك جاهدا دعها فإن كنت فيها شاهدا وترك لنا أمر الخصام بيننا نقضيه صلحا تحت سقف بيتنا فلم يزل به إلى أن خرج من حيث كان قبل ذلك ولج فعاد يدعوها إلى الوفاق فانتبدت منه على شقاقي فابتسم النبي ثم قال سبحان من يغير الأحوال قد كان ظهري حصنك الحصين والآن أدعوك فلا ترضينا ولم يزل يكرر المداعبة ملاطفا حتى أتته تائبة قال أبو بكر أتيت بعدها رأيته يأكل من خبز يدها كلاهما في غاية السرور والأنس والحنان والحبور فأدركتني لهفة المغبون وقلت والعتاب في عيوني ألم أكن دعيت في الخصام فكيف لا أدعى إلى الطعام فنظر النبي للصديقة وضحكا لروحه الرقيقة وقال أهلا سيد القضاة ومصلح الأزواج والزوجات أنت لنا في الحرب والسلام رفيق صدق البدء والختام صلى الله عليك يا سيدي ورسولي شكرا للمشاهدة